دلوقتي يعني هذا المجتمع اللي كانت المرأة فيه زي ما حدك بتقولي كان لها قدر وقيمة هل مثلا كانت بتشارك في المجالس البلدية مثلا على مستوى القرى على مستوى المدن اي نعم اه ايوة يعني بتشارك في الحكم على المجلس المحلي ايوة يعني عندنا برضو من الأسرة الاثناشر وبعد كده من الأسرة الاثناشر كزا سيدة كانوا بيشتغلوا في الكنبت اللي هو زي المجلس المحلي بس المجلس المحلي ما كانش بس معاني بإدارة أمور البلد الشوارع والبيوت إنما كمان لو فيه مشكلة صغيرة بين أطراف متنازعة كانوا المجلس المحلي ده الكنبت بيبقى هو السلطة اللي بتامل قرار في المشكلة فبالتالي يعتبروا كأن السيدات مش بس مشاكين في الحكم المحلي كمان كأنهم عضوا هيئة محلفين أو عضوا في مجلس قضاء مش قادي إنما جزء من مجموعة بتحيل النزاعات طب يعني حضراتك دلوقتي زكارتي طبعا إنها كانت بتتعلم وتعليم رفيع المستوى وبالتالي ده أهلها إنها تكون مثلا في المجالس المحلية أو في موضوع الحكم المحلي إحنا مش عارفين لو السيدات اللي كانوا في الحكم المحلي كانوا متعلمين تعليم رفيع المستوى ولا تعليم سنوي لأن هي ممكن يبقى ناس عندهم حكمة حتى لو ما عندهم مش تعليم عالي إنما التعليم رفيع المستوى معروف مثلا من الأسرة الرابعة وقت بناية الأهرامات كان في واحدة دكتورة طبيبة وكانت مشرفة على أطباء في المعبد فده أكيد كان تعليم عالي جدا المجبرة اللي أنا قلت حضرتك عليها اللي هي بشتغل فيها حاليا اللقب الأساسي بتاع صاحبتها سيدة كاتبة باللغة الدرجة وقتها ست سشت يعني مش بس بيقولوا كاتبة لا سيدة كاتبة فده لقب وكانت تشتغل عند واحدة أميرة من الأسرة 26 كانت متعبدة إلهية في طيبة ودي كانت واحدة من خمس سيدات مهمين قوي في الوقت ده سلطة دينية وسلطة اقتصادية وكان عندهم رجالة وسيدات في خدمتهم فبس المجبرة دي بالذات لوحدة كاتبة وارجع تاني للكتاب بتاعي أنه المجبرة دي معروفة من زمان مثلا ومعروف إن صاحبتها كانت كاتبة مصرية بس لما يكلموا على أمية السيدة المصرية القديمة يقولوا لا مش هنبص على المجبرة دي لأنها عصر متأخر في حين أنه العصر متأخر ممكن يبقى فيه أدلة لحاجات موجودة من قبلها ما اخترعوش العجلة من الأول طب المجالس المحلية اللي كانت بتشارك فيها المرأة معنى كده أنه كان فيه مجالس أعلى من المجالس المحلية مثلا على مستوى البلد كلها مصر كانت بشكل عام دولة ديمقراطية في عهد الفرعانة لا أطلاقا ما كانتش ما كانتش نظريا الملك هو الأول والآخر وهو اللي بيشرف على القضاء وهو اللي بيشرف على الجيش طبعا بس عمليا كانت تحتي ناس بتشتعل وكانت تحتي ناس عندهم سلطة تنفيذية عالية فالمجالس المحلية دي لما كان بتفشل في حل مشكلة كان الموضوع بيطلع للوزير والوزير في مصر القديمة لديه تعبير متاخذ من الحضارة العربية الحقيقة يعني كانه رئيس وزارة يعني هو بيبقى واحد في البلد كلها أو في وقت إصلاحات إدارية معينة يبقى فيه واحد في الشمال واحد في الجنوب بس بيبقى هو المسيطر وبعدين لو الوزير معرفش يحل بس لازم يحل لأن لو موضوع تساعد أكتر من كده يبقى الوزير مش اللي هو ساكن الكوماند في حاشة طب في المعابد هل النساء كانوا موجودين في المعابد؟ موجودين ومن بدري قوي من الأسرة الرابعة والحمسة والستة عصر بنات الأهرامات كانوا بيشتعلوا بالأساس في خدمة الإلهة حطحور ككهنة كهنات للإلهة حطحور وكانوا بيشتعلوا كمان في الطبقة الأقل من الكهنة اللي هي وعب بريست أو محصول وكانوا موجودين في الأبو سير النصوص البرديات من أبو سير كانوا موجودين في كشف المهاية اللي بتطلع لهم الرواتب تطورت اللغة اللي موجودة في مصر طبعا من يعني في عصور الفراعينة المختلفة إلى أن وصلنا إلى اللغة القبطية لما دخل العرب مصر كانت اللغة لسائدة اللي سائد كان الإبتي واليوناني الإبتي للجوابات العادية بين الناس طبعا العادية واليوناني لغة الإدارة عشان كان راء من وقتها كان حكم رومان إنما اليوناني فضل لغة الإدارة في مصر وقتها ونكلمة بسيطة عن الإبتي الإبتي هو نفسه اللغة المصرية القديمة لكن فيه فترة من الزمن حوالي قرن ونص من الزمن من حوالي 150 ميلادية لحوالي 300 ميلادية المصريين ما كانوش قادرين يبعتوا لبعض جوابات بلغتهم كانوا عشان يبعتوا لبعض جواب يطروا يترجموا لليوناني وبعدين يبعتوا فمجموعة من المصريين مش عارفين هم مين بس كانوا ناس عارفة يوناني كويس وعارفة مصري كويس قالوا إحنا مش عارفين نكتب ديموتيكي خلاص ومش عارفين نكتب هيروليفي الهيروليفي نقش على الحيطة مش للكتابة العادية كتابة العادية بتبقى هيراتيكي أو ديموتيكي فقالوا طب إحنا ليه نسعب الدنيا لنفسنا عملوا الإكويفلنت بتاع فرانكو أراب زي ما بنكتب على البعض على فيسبوك أو كده إحنا ونحط سبعة بدل الحاق وحاجات زي كده هم يعملوا نفس الشيء زي ما الأتراك عملوا برضو لما غيروا من الكتابة العربية لكتابة لاتيني نفس اللغة بس خط مختلف فقررت المجموعة دي اللي احنا مش عارفين بالزبط هم أمين انهما هيكتبوا لغيتهم من الأم بالحروف اليوناني بس كان فيه سبع حروف بتعبر عن أصوات غير موجودة في اليونانية فاضطروا ان هما يستلفوا السبع حروف دي من الخط الديموتيكي عشان يكملوا الحروف زي الشين والفه والجه اشتركوا في القناة